أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية التعديلات الجديدة على قانون تنظيم الشهر العقارية لما يمثله من حماية لفروة العقارية وأشار النواب إلى أن التعديلات الجديدة تعمل على تسريع الإجراءات والتسهيل على المواطنين القانون من سنة 46 نحن نهاردة في 2022 فبالتأكيد فترة زمنية وحجم السروة العقارية في سنة 46 حجم السروة العقارية نهاردة طبيعة المجتمع وكان عندي في 46 في أجانب في ملكيات أخرى لها تركيبة خاصة الملكية نفسها في مصر في 46 لها تركيبة خاصة مختلفة عن التركيبة الحالية وعند القوانين المنظمة للملكية سواء المصري أو غير المصري أو خلافه فلذلك الشهر العقاري وأنا في رأيي أن التسجيل هو شهادة ميلاد للعقار تمنح صاحب العقار أن يستفيد بأي إجراء يمكن وتحمل العقار من فكرة التلاعب نحن نحاول أن نصرع الإجراءات نحن نيسر على المواطنين نحاول كمان نقول للحكومة أنه في تكامل ما بين مجلس النواب وما بين الحكومة لإصراع في الملفات الهمة زي مسألة الشهر العقاري كان مهم جدا برضو نتكلم النهاردة من ضمن الحديث الأثير في هذه الجلسة المهمة جدا هي مسألة الربط ما بين القوانين يعني قانون المحاماة، قانون الضريبة العقارية، قانون التصرفات العقارية، قانون الشهر العقاري دي كلها كانت مهم جدا أن يتم التربط ما بينها عشان نخرج بتعديلات متكاملة